أهلا بكم مرة أخرى عادت طوابير المواطنين أمام منافذ صرف ألبان الأطفال المدعومة في مصر اللي تمتد عشرات الأمطار نظرا لنقص المخزون منها في الوقت الذي يؤكد فيه وزير الصحة المصري أن الوزارة لديها من ألبان أطفال ما يكفي لتسعة أشهر يتم توزيعها بالكروت الذكية التي بدأ العمل بها اعتبارا من أول يونيو في كافة أحدات الرعاية الصحية الأولية على حد قوله ما بين الطوابير الطويلة والتصريحات الحكومية يواصل المواطن البسيط دفع فاتورة عدم توفر هذا المنتج الهم خاصة مع ارتفاع سعر العلبة التي تباع في الصيدليات والسوق السوداء بخمسة وخمسين جنيها هذا الطابور الطويل لم يعد مشهدا غير مألوف في وسط القاهرة عشرات الآباء والأمهات يقفون لساعات طوال في محاولة للحصول على عبوة من لبن الأطفال المدعم ومن ينجح في شراء واحدة يكون قد تمكن من تأمين ما يتغذى عليه رضيعه خلال البضعة أيام المقبلة ليعود بعد قرابة الأسبوع للوقوف في نفس الطابور من جديد يبهدله في طوابير وبيقفوا في طابور طويل جدا بيقف بالساعتين ثلاثة عشان يجيب علبة لبن وشتيمة وقالة أدب وستات على رجالة في نفس الطابور أما من لا يحلفهم الحظ فيتوجب عليهم شراء ألبان الأطفال المستوردة بسعر غير مدعم يتزايد مع تهاوي سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي علبة اللبن بستين جنيه تتبع في السيدليات بره من غير دعم بستين جنيه خراب بيوت تتفاقم هذه الأزمة وسط مخاوفها من اختفاء الألباني من السوق بينما تؤكد وزارة الصحة أن المخزون الاستراتيجي من الألباني حاليا يكفي للفترة ما بين خمسة إلى ستة أشهر مقبلة وتمثل هذه الطابير تحديا للمنظومة الجديدة التي أعلن عنها وزير الصحة والتي تشمل ميكانة توزيع ألباني الأطفال المدعومة وحصل تداولها في قرابة ألف منفذ على مستوى الجمهورية وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعتمد مصر حاليا على استيراد ألباني الأطفال بشكل كامل مع عدم وجود مصنع محلي فيما تقدر احتياجات البلاد السنوية بقرابة الأربعين إلى ستين مليون عبوة وبين معاناة الأهالي والمخاوفة من حدوث نقص حاد بألباني الأطفال يحذر مراقبون من أن هذا المشهد لن يختفي قريبا من الشارع بينما بات مصير مئات الآلاف من أطفال مصر على المحك وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية دكتور أحمد رامي أمين صندوق نقابة السوديلة سابقا دكتور أحمد أهلا بيك معانا يعني ما هي إشكالية ألباني الأطفال في مصر يعني إشكالية ألباني الأطفال لها أبعاد متعددة البعد الأول أن اللبن دوت مدعم فبالتالي لما بتقل موارد العملة الأجنبية نتيجة سوء الأداء الاقتصادي بينعكس دوت على قدرة النظام على توفير الدعم الكافي للألبان النظام خفض الدعم في سنة 2014 في ميزانية 2014 عن 2013 وقيمة الدعم سابتة من 2014 إلى الآن لما تبقى قيمة الدعم سابتة بالجنيه في مقابل انخفاض قيمة الجنيه قوسات الدولار فهي في الحقيقة بتنخفض لما يبقى قيمة الدعم سابتة في الوقت اللي بيزيد فيه أعداد الموليد سنة ورا سنة يبقى حصة كل مولود من الدعم بتنخفض احنا عندنا السنة دي 2.7 مليون مولود 12% منهم بيحتاجوا استخدام الألبان المدعمة وفقا لتصريحات وزارة الصحة نفسها وزارة الصحة ارتكبت خطأ كبير وهي انها بدل ما الألبان متوفرة في 65 ألف صيدلية منتشرة في كل الجمهورية المواطنين عارفين أماكنهم فاتحين طول اليوم بيقدموا الخدمة للجمهور فإذا بيقى بتقصر التوزيع على 1100 منفذ فطبيعي ان يحصل ازدحام حتى لو الأبوات متوفرة والدعم وتوفر لكن لو رجعنا لتصريحات الشركة المصيرة لتجارة الأدوية الدكتور الشريف السبكي في 23 مارس قال ان الأزمة دي ستحصل في 23 مارس قال ان هو عنده مخزون يكفي أربع شهور فقط وان إجراءات الاستيراد وتوفير البان جديدة من الخارج تستغرق خمس شهور فوفقا لكلام دكتور الشريف شهر السبع اللي احنا فيه دوت كان لابد ان هو يشهد هذه الأزمة ولو كانت الحكومة لو كان النظام حريص على ان هو يوفر لبن للأطفال كان اشترى من الألبان المتوفرة عبر شركات أخرى ووفرها للمواطنين محدود الدخل فبقرش اللي اتوقم معي الدكتور أحمد وأتحول إلى دكتور محمد أحمد السيد دالي هو معنا عبر الهاتف من الغربية دكتور محمد يعني كيف هي الحالة في محافظة الغربية هل فعلا هناك أزمة نقص البان أطفال في المحافظة كما هو الحال في محافظات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا فيه حد فيه نقص حد جيدا موجود في المحافظة ساعتك احنا عندنا بأننا شهرين ما جلناش علبة لبن واحدة رقم اثنين خيوميل اولوكتبير اثنين وبأن أكثر من خمس واربين يوم ما جلناش علبة واحدة رقم واحد ساعت عامل مشكلة هيدا بين الناس لأن الناس اللي عنده التوأم واللي عنده السيطة ما بتفضع شيء هو عامل مشكلة كل يوم طب هو في الوضع الطبيعي كان المفروض الوضع الطبيعي ايه الفرق بين ما يحدث الآن وبين الأوضاع الطبيعية التي كانت تصل إليكم فيها يعني كمية تكفي المستهلكين ايه الفرق بين المفروض كان الأول اللي بيجي لها المدعم دي كمية المطلوبة إذا كان فيه شوية يعني نقطة بسيطة لكن دلوقتي نقطة حد منع نهائي يعني كل يوم السيدالي يجي المواطن ويشكل معاه وعايز يضربه لأنه مش عايز مش لايه لبن ساعتك يعني لبن عايده عايلين سوأم بأن شهرين ولا أي علبة لبن رقم اثنين موجودة وقتا من كانت واربين ولا علبة لبن واحدة رقم واحد ده مش عايز ما بيش سياسة خاصة موجودة في هذا النظام ولذلك مش هكده هبهضر النظام مش هبهضر في وزارة الصحة طيب الناس بتعمل ايه الناس بتعمل ايه لما ما تلاقيش لبن الأطفال موضوع حياة أموت ساعتك بيجل لبن الطبيعي بيجعل لبن مرسل مواشي بيحصله باعة جانسفيتس وبيحصل السلام واحصل بعض حالات الوفاة كتيرة جدا لتغيير الألبان بين الأطفال طيب هي ليه وزارة الصحة اختزلت توزيع على منافذ محددة بعد ما كانت يعني متاحة لكل الصيدليات على مستوى الجمهورية زي ما قال الدكتور رحمد رامي ليه اختزلتها ببعض المنافذ فقط ساعتك لوزيع بهذا الأمر برد الناس جاي راجع حضرتك من المنافذ مفيش ما هو جاي الشكل معنا لأنه أخذ على القديم إنه ياخذ من عندي اللبن بتاعك كسادية قصة لكن الوقت روح المنافذ مفيش يعني الوقت عندنا المنافذ جانبينه الناس وقع في طوابير مناظر رهيبة ولا فكرنا بطوابير عشاء الزمال فأصبح المشكلة رهيبة جدا جدا بالنقص الحاد في الألبان شكرا جزيلا لك دكتور محمد أحمد أستاذ ضالي كان معنا من محافظة الغربية نموذجا لأزمة نقص ألبان الأطفال لكن دكتور أحمد رامي بالعودة إليك وزير الصحة بيقول إن إحنا عندنا مخزون يكفي تسعة أشهر معنى ذلك أن هناك حتى لو المنافذ عددها قليل لكن الكمية موجودة فأين هي الإشكالية؟ طبعا ما الكمية موجودة يبقى لو إشكالية منافذ ممكن زيادة المنافذ أين الإشكالية في التوزيع؟ الإشكالية في الكمية؟ الإشكالية في الاستيراد؟ أين مركز الإشكالية؟ خلينا أقول إن وفقا لتصريحات دكتور شريف السوكي العضو المنتدى بالشركة المصرية فكمية الألبان المدعمة الموردة لوزارة الصحة قالت السنة دي 3 مليون كل سنة كان بيتم توريد 21 مليون علبة أو توفير 21 مليون علبة مدعمة السنة دي تم توفير 18 مليون علبة يعني في عجز 3 مليون علبة الثلاثة مليون دول كان ممكن بالأمس سمعنا التصريحات كلنا بتاعت رفع الدعم لصناعة السينما من 20 مليون لخمسين مليون الثلاثين مليون دول دعمت بها صناعة السينما كان ممكن يوفره نص الكمية الدعم الكافي لتوفير نص الكمية يعني 1 ونص مليون من الثلاثة مليون اللي تم تغفضهم دوت لأن النظام ليس من أولوياته أنه هو يدعم الطفل الصغير ابن العائلة التي لا تستطيع توفير الدخل لك أن تتخيل حضرتك أن الأب مطلوب منه دلوقتي بدل ما هو بيشتري علبة لبن ب3 جنيه أو كان بيشتريها ب3 جنيه من الصيدليات فهو مطلوب منه يوفرها ب60 جنيه يعني لو بيستهلك 6 علبة في اليوم فهو مطلوب منه تدبير 350 جنيه زيادة في ميزانيته علشان السيسي عاوز يدعم صناعة السلمة إنما مش عاوز يدعم اللبن طيب يعني خلينا بعيد عن تسيس الموضوع دكتور أحمد لكن هو العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية وده هو أعتقد المنوط به التوزيع على مستوى الجمهورية بيقول أن السوق المصري حاليا لا يشهد نقصا في الألبان المدعومة خاصة أن الشركة المصرية رفعت الكوتة المخصصة لكل صيدلية للألبان المدعومة جزئيا من 12 ل 18 علبة للصيدلية الوحدة بمعنى أن كل صيدلية تحصل حاليا على 36 علبة من الألبان المدعومة جزئيا والتي تباع ب 18 و 17 جنيه يعني كلام مخالف للحضراتك بتقوله تماما يعني فيه زيادة هوت فيه عدد العلب المتوزعة والكميات الموزعة من 12 ل 18 علبة لكل صيدلية أنا برجع به لتصريحاته هو نفسه في شهر مارس هو في شهر مارس قال أن مجمل اللي اتفق على توريده لوزارة الصحة 18 مليون علبة في الوقت اللي هو كان كل سنة بيوفر 21 مليون علبة فيبقى إجمالي الاستهلاك المتاح من الألبان المدعومة انخفض بمقدار 3 مليون وتصريحاته هو قالت في مارس أن بعد 4 شهور المخزون اللي عندي حيخلص وأن أنا عاوز 5 شهور علشان اوفر كمية أخرى من الخارج والواقع بيقول كده 4 شهور من شهر 3 يعني شهر 7 يعني الشهر اللي احنا فيه يبقى هو التصريحاته في شهر 3 هي الأصدق أما التصريحات المنسوبة اللي حضرتك أشرت إليها الآن فالواقع يكذبها الطابير اللي أذيعت على الشاشة منذ قليل بتكذبها الشركة المصرية لتجارة الأدوية أيضا قالت في بيان لها أنها تعقدت مع إحدى الشركات الأمريكية لتوريد ألبان صناعية شبيهة بلبن الأطفال في الأسواق خلال 3 أشهر وبتقول أن الصوت مش راضح أوسيز أيضا طيب أقولك تاني الشركة المصرية لتجارة الأدوية أعلنت في بيان لها أن الحكومة ستقضي على أزمة لبن الأطفال بمنتج أمريكاني العلبة ب33 جنيه هل عندكم معلومات بذلك؟ طيب يعني هم بغض النظر أصلا اللبن اللي كان بيورد كان أقل من 30 جنيه الشركة المصرية تجارة الأدوية كانت بتستورده كان في حدود 29 جنيه فالسبب في الارتفاع دوت لأننا بنحسبها بالقيمة بتاعت الجنيه في حين أن الجنيه هو اللي قمته تنخفض فبغض النظر علشان يتم توفير لبن من ساعة ما ناخد القرار دوت لغاية تبقى علبة اللبن متاحة للجمهور الضورة ديت بتستغلق خمس شهور أشكرك شكرا جزيلا فعلا يوفروا كانوا يشتروا من الشركات أخرى موجودة في السوق الشركات اللي هي بتبيع اللبن بحاجة وستين إنما هو في الآخر يعني ممكن يتم الاتفاق معها على سعر يعني اللي هي شريابي ويتم توريده لوزارة الصحة وتدفع تمنه بوزارة الصحة تتحمل الدعم المفروض بفرق السعر ويتم توريده شكرا شكرا دكتور أحمد رامي أمين صندوق نقابة السادلة سابقا كنت معنا عبر الأقمار الصناعية شكرا جزيلا لك ولكل دوفي في هذه الفقرة فصل قصير يلتقيكم بعدها زميل توفيق شتا والشأن السوري تناقشون فيه عشرات القتلى والجرحى في غارات روسية وأخرى للنظام استهدفت إدلب وحمص